عدنا لحضراتكم مشاهدين الكرام إلى الفقرة الأخيرة في برنامج الله يصبحكم بالخير ومثل ما نقول دائماً دائماً وأبداً الله يصبحكم بالخير صحفية وكاتبة شابة تسكن قرية الجبعة غرب بيت لحم درست الإعلام في جامعة الخليل وعملت مراسلة لعدة وسائل الإعلام تعكف على إصدار أول إنتاج أدبي العام المقبل وتكتب الشعر الغنائي والمحكي النبط الفلسطيني المصري الشعر الفصيح وبالإضافة إلى القصة القصيرة والخاطرة خلينا نرحب بصحفية والكاتبة الشابة فاطمة مشعلة فاطمة صباح الخير صباح الخير رائد وصباح الخير لكل فريق العمل ويسعد صباح الجميع صباح الخير إليك وليبيت لحم مهد السيد المسيح كمان أكيد بيت لحم دائماً بتعطينا هيك معنى مشرك للحياة معنى بسيط لطيف راقي يعني أنا جاي من بيت لحم وجاي متفاء للبرنامج عشان هيك الستوديو منورة شكرا من توقك نعم فاطمة بدي أحكي عن البدايات كيف بديتي ومن خلال معلوماتي أنت ما أحد أهتم فيك نشأتي لوحدك شوفوا الإنسان إذا أصر يوصل لنقطة معينة إذا كان طموح ومصر ومحارب رح يوصل إلها بكل الحالات مش من المفروض يكون في حد يهتم فيك حتى أنت تطلع النتاج الفكري لجواتك أو الإنسان اللي خليني أحكي الشجاع أو المحارب لجواتك مفروض أنت تعمل لنفسك قالب قالب مش محدود يعني تحكي أنا رائد أو أنا فلان أو أنا فلانة قوية وقادرة على أني أوصل لهدف معين البدايات كانت وأنا صغيرة هذا أنا تأثرت بإخوتي وخواتي كانوا بيكتبوا كان لهم محاولات شعرية جيدة لكن أنا الوحيدة اللي كملت والدي العزيز هو موسوعة فكرية على الرغم أنه ما كمل تعليمه والدي كمان فأنا تأثرت في جو العائلة شوي لكن مثل ما بحكي لك الإنسان إذا بديوصل لنقطة معينة ما بيتطلع على الآخرين يمكن يأخذ نقطة منهم أو خيط البداية وبعدين هو يكمل خلينا أحكي بشكل عام بداياتي لما أنا طلعت على الحياة بعين أنه أنا بدي أصير شيء معين أنه أنا في مجموعة من المكونات في الحياة دراستك في الجامعة ساعدتك وإيش درست إعلام إنتي طبعا يعني دراست الإعلام ووجهتني الإعلام بنظم طموحك إذا أنت كنت طموح الإعلام بيوصلك بيعطيك منافذ أو مداخل لعلاقات مع عدة أشخاص عدة مؤسسات عدة أجواء أنا لما قررت أدرس إعلام ما قررت أدرس إعلام بعد ما خلصت الثانوية العامة أنا قررت أدرس إعلام وعمري 12 سنة كنت بالصف السادس هذا الفرق بين أي إنسان عادي وإنسان بده ينجح ما بحكي ناجح بده ينجح هذا الكلام أنا بحب أسمعه كمان عشان كل واحد يفكر يدرس إعلام أو يدرس أي مجال إنه أنا ليش اخترت هذا المجال عشان هيك فيه يعني للأسف الكثير من الخرجين أخطأوا فيه ليش من باب الإحباط ولكن كان هذا موضوع مناقشة قبل فترة يعني أنا سعيد جدا بأسمع هذا الكلام فاطمة نريد أن نسمع شيء من بداية الشعر الشعبي اللي بتكتبيه طيب مع أنه إحنا في برنامج الله يصبحكم بالخير خلينا نحكي إيش له فلسطين اللي هي إمنا جميعا صباح الخير فلسطين يسعد صباحك صباح الخير فلسطين يسعد صباحك صباحك بعد ليل مدت عتمته براحك صباح اللي سجد وبوست جراحك صباح الخي واقف جنب خيه صباح الضي في عيونك يلي لا مثل مثله ولا شبه زيه هذه بس الوداية طيب هل أنت كل فترة بتكتبي شيء معين في وقت محدد ذكرنا أنه يعني العام المقبل أن تستعدي لإطلاق شيء معين أو كتابة شيء معين هسرائد من الطبيعي أنه ما أنت تجر إحساسك تكتب يعني القلم هو اللي بجر إحساسك هو اللي بجرك حتى تكتب وتقدم شيء معين يعني أنا ما بيجي بمسك قلم وبحكي له اليوم جاء بالي أنا أكتب في اللحظة الفلانية أو باللحظة معينة إحساسي اللي هو يأتي نتيجة عدة أسباب وعدة دوافع وعدة أجواء وعدة لحظات ومواقف متراكمة في لحظة معينة بيكون مناسب أنه يطلع هذا النتاج ويكتب يعني الإحساس بالنهاية هو اللي بجر الإنسان فاتن خلينا نعلق الصور اللي على الهواء هاي متى كانت وكانت فيه أعتقد ندوة قبل أسبوعين من الآن؟ لا هذه كانت بأوائل تشرين أول بشهر عشرة هذه تكريم جماعة الباب الأدبية في ذكرى انطلاقها الرابعة وهذه أول تجارب الإعلامية مع القنصلية الأمريكية ومع هذه الإعلام العصري بسي أكثر من جنة مكتوب عندي سبعة وشرين أربعة هذه الأمسية اللي أنا شاركت فيها مع جماعة الباب الأدبية وهذه كانت إحدى الملتقيات الأدبية مع مجلة فلسطين الشباب لأنا كمان بوجههم تحية كان فيه هناك انتقادات إيجابية سلبية حول موضوع الإلقاء الشعر الكتابي من الموجودين من الحاضرين والله دائما أنا ببحث عن الانتقادات السلبية لأن الانتقاد بيبنيك أكثر ما بيهدمك إذا أنت كنت تحاول قدر الإمكان تبني نفسك إيجابيا لكن هذا السؤال يجب أن تسأله للجمهور وليس إلي نعم وعشان تبحثي كمان عشان يتنمي حالك يعني يكون هناك انتقاد من أجل الشيء البناء فهذا جميل جدا صحيح لكن أين الصعب في الموضوع أنه إذا كان فيه انتقاد من أجل انتقاد تصفي هنا شيء صعب لا هؤلاء الأشخاص لا يسمع لهم بكل الأحوال من ينتقدني لينتقدني أنا يعني أتوعد أنه أصحق لأنه ما في مجال طيب بدنا نسمع شيء بس أطول من اللي سماعتيني قبل شوي لأنه ما شاء الله عليك طبعا في إلقائك للشعر ممكن نسمع شيء للأسرة داخل سجون الاحتلال الأسرة هي مقطوعة قصيرة مش رح تكون طويلة لكن طيب ما هو إحنا حتى نهاية البرنامج رح نضل إحنا وياكي بمتابعة لشيء اللي معش أن نحكي للأسرة لهم أبطال خرافيين كب الإيديا بظلمك ميهمني تكبيل طول لي لل lying ميهمني ليلة طويل احرمني من شوفة أهل وخلي دمعة مامتي تسيل كبل إيدي بظلمك ما يهمني تكبيل طول ليل العتم ما يهمني ليل الطويل احرمني من شوفة أهل وخلي دمعة مامتي تسيل ما يهمني حرمانك دام الظلم موجود قال الظلم سجانك والظلم مردود يا سجاني وين إنسانك معقوله موجود ليش كتبت هذه الكلمات هذا كتبته المقطع الشعري كتبته في أطول إضراب للأسرة يعني مؤخرا اللي كان بشهر أربع أتقد إضراب للأفنو عشر أفنو عشر حرك فيه كثير من الأمور يعني إحنا نحرم من واجبة غدا لأنه إحنا عمنا عمل مثلا نحرم من واجبة عشاء لأنه والدتنا مثلا نتأخرب تحضير العشاء لكن هدول الأبطال يحرموا من كل شيء في السجون الإسرائيلية ولساتهم موجودين يعني يستحقوا أنه إحنا ننحني لهم ونرفع القب على أجلهم إيش الشيء المفضل عند فاطمة بتحب تكتبه وتحب تلقيه كل شيء في الحياة يعني الحياة إذا كانت في اتجاه معين بتكون ضعيفة وركيكة لا تستمتع لما تكتبه أي أي مجال يعني إحنا قبل شوية شعبي أسرة كن في المجال الغزل العاطفي الشيء الإلو علاقة بالوطن أنا بحب التجارب كلها لأنه كل التجارب بتعطيك وبتبنيك وبتأسسك وبتجعلك تمشي بطريق متنوع يعني إنت لما بتشوف بتضل تلبس لون معين كل يوم نفس اللون بتشوف حالك كئيب لما أنت بتنوع باتجاهاتك أو بإحساسك أو بتجاربك ما أنت كمان ما بدك تكتب لأنك بدك تفرض على نفسك أنك تكتب يعني في المجال الفلاني أنت بدك تعيش الأجواب بدك تتجرب أكثر من شيء حتى تستطيع تكتب أكثر من شيء أنا بستمتع بكل شيء بكتبه لأنه كل شيء بعتبره يعني أنا بعتبر قصائدي أو الأشعاري بناتي يعني الأم بتدربة لها عبناتها فبتعتني فيهم عولادها طيب بدنا نسمع منك شو حابة تختاري طيب خلينا نحكي شيء عاطفي سكر الباب أرجوك سكر الباب ودمل الجرح اللي في كلبي حطيته لا تقول لي كنا رح ينصير أحباب انت كلبي ورا الوهم جريتا أرجوك سكر الباب ودمل الجرح اللي في كلبي حطيته لا تقول لي كنا رح ينصير أحباب انت كلبي ورا الوهم جريتا ما رح أقول أني بعدك ما لصحاب أو الفرح بعيد عني وعن كلبي عزيتا أنت صحيح كنت في كل نظرة وضحكة حلوة فعالة مسباب لكنك اسم ما بينفعي يعيش في كلبي عشان هيك إرقاب حملتها من كلبي وكبيتها بس كلبي من جوة مثل الحليب صافي وللناس حباب وإذا روحي ذمتك يوم عقبتها وإنت جزاتك يا قلبي مثل روحي إذا سبيتها مش عشان حبيب كلبي كنت والوهم لجلك حبيتها بس عشان كلبي التسك بحبك يوم وإنت العمر كله رميتك طيب شو الفرق بين الشيء العاطفي والغزل الغزل أنت ترى شيء معين في الحبيب فتحب تقول به شعرياً بتحب تجمله بكلامك أنا ممكن أحكي لأي إنسان أو حبيب يحكي لحبيبته أو الحبيبة تحكي لحبيبها أنت جميل هذا كلام عادي ممكن أن تضيف لمزات شعرية ووصف آخر أعمق وأجمل من وجود الشخص أو صفة نفسها في هذا الإنسان فالشعر بيضفي لمسة إنسانية وحسية وإيش بدأ أحكي لك الشعر عالم طيب القصيدة اللي اسمعناها قبل شوي لها طابع خلينا نقول البدوي ليش؟ والله أنا متأثرة يمكن هذا الشيء يمكن يكون غريب كنا زمان نحضر مسلسلات بدوية إحنا مجتمع الفلسطيني مجتمع معظم المجتمعات العربية مجتمعات بدوية قبلية فإحنا تربينا على الدراما البدوية في بداياتنا فأنا بحب البدو بحب الحياة البسيطة رغم التكنولوجيا وكثرة التطورات لكن أنا بحب البساطة بحب بيت الشعر في قيمة خاصة عندي الصحراء لها قيمة خاصة الجمال الموجودة بالصحراء اليوميات البدوية في نوع من الجمال فيها بعدين الإنسان البدوي إنسان صافي نقي وأنا بحب أكون نقية بحب شعري يكون نقي فالحياة البدوية جدا بسيطة وجدا حلوة وبتعطيك معاني جدا منيحة وأنا متأثرة بالدراما البدوية في كل الأحوال وكنت بشاهدها وما زلت بشاهدها حتى اللحظة رح ننهي على شيء البرنامج من شعرك ما بعرف شو حاب تختاري إن كان هناك أي شيء حاب تحكيه ولكن خلنا تكون نهاية البرنامج أشكر كل المشاهدين بكل مكان على حسن المتابعة وأحياكم الله دائما وأبدا غدا إن شاء الله البرنامج في نفس الموعد في تمام الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر صباحا بموضوعات وفقرات مختلفة انتهى برنامج الله يسبحكم بالخير شكرا لفاطمة مشعلة اللي رح تضل مرافقتكم حتى نهاية برنامج اليوم إلى اللقاء هدوا علينا بيوت وحرمونا من لقمة أكل ظنونا رح نموت ومش رح يظل في روسنا عكل هدوا علينا بيوت وحرمونا من لقمة أكل ظنونا رح نموت أو مش رح يظل في روسنا عكل هيا مبعوث السلام مدري شو اسمك جورج ميتشيل ولا ديفيد ميكل عالعموم سلملي عالي بعثك وكله قلين عن هالشكل إذا زعل مني مبعوث السلام ما رح أهدي بكل الأحوال المقطوعة اللي بتحكي ما رح أهدي بن قسين المقطوعة اللي بتحكي زعلت مني ريتني تحت التراب وريتني لفني كفن وفي القبر أحمل عنك عذاب وفي الدنيا شيل عنك زمن وكيف تريد أن أكتب في دفاتري عنك غاب وأنا قلبي عند شوفتك أحس بقلبك نعجن وكيف تريد أن أتناول طعام وشرب ونحطى الطعام أحس في غيابك عفا يا زاري فطول وكثت كلك رايح على الغربي وملادك أحسن لك خايف يا زاري فتروح وتتملأ وتعاشر الغير وتنساني أنا يا زاري فطول يا سمك ضحوك يا اللي ربي في دلالة مغربك يا زاري فطول يوم الغربك شعر راسي شعر شعر storm عمر آحسنا شيئر قالiero أشترك، كما كان اجدى Andrew جاعي الشибر jach hoping يا زاري أتناول هنا بدين و loops يا زاري أسك своей وتطورere ج religion شكرا